الرحلة الجاية هتلاقي اصحابه جايين اللي بعدها هتلاقي فاستان فيوريوس جاي يصور في مصر آمين إني داعي فأمنوا فاستان فيوريوس يتصور عندنا أبقى بقى قعد حاطت رجلي على رجلي كده ومبسوط وآخر مزاج وآخر جمال وآخر طعام وآخر حلاوة أنا هبقى عايز أحلى من كده إيه ألاقي بعدها مثلا بشوية ألاقي أخونا الفاضل توم كروز جاي عمل رحلة جميلة وبعدين الله فاستان فيوريوس صوره في مصر وأنا إزاي ما أعملش ماشن إمباسيبل في مصر أنا لازم أعمل ماشن إمباسيبل مثلا حاجات من النوع ده وهكذا يوسف الحسيني قطع مصر من أول يعني من شمال الجنوب زورت كل المحافظات تقريبا لكن عشان زملائي يقولي ويوسف الحسيني يزور مصر يقولي ويوسف الحسيني عاش حياته كلها في مصر عاشقا والها يعني ده فعلا مش هزار بس اللي أنا عايز أقوله لك يا جماعة يا سادة يا كرام الحاجات دي لازم نلتقطه ده من باب نقد المحبين من باب الهمسات يا سادة لو سمعتوا جماعة وزارة السياحة قائمين عليها مسؤولين الكبار الحاجات دي حلوة لازم نلتقط الكلام ده لازم نعمل واحد واثنين وتلاتة واربعة الحاجات دي بتنشط تعايز تقولي إن أنا لو جيت في وقت من الأوقات السنة دي ولا السنة اللي بعدها حتى يا رجل ده أنا أقدم دعوة الفاستان فيوريس اللي هو ما جماعة جزء العاشر ولا الجزء الحداشر ما تيجوا تصوروا عندنا في مصر يا دين النبي على السياحة اللي تيجي من وراء والسمعة الدولية العظيمة لا 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 ما قولكش يشجع أفلام تانية إنها تيجي تصور ما ليه السياحة بتيجي كده بتشوف حاجة في فيلم بتشوف حاجة في فيديو بتشوف حاجة في مش عارف ايه تسخن أنا نفسي أروح البلد ده أنا نفسي أزور المعلم ده هي الأمور كده يا جماعة لماذا لا نعمل بهذه الطريقة أحيانا نعمل بهذه الطريقة زي ما قلتلك زي ما عملنا مع التيكتاكر اللي أنا مش فاكر إسمه كمشهور قوي تكلمنا عنه و جبنا التويت جبنا قصد التيكتاك بتاعه و جبنا الفيديوز و حاجات زي كده روبنسون صح روبنسون نفس القصة تخيل مثلا يجي موصلاح موصلاح أنا بحب موصلاح جدا إنه يجي موصلاح و معاه مثلا هو بيجي طبعا لكن يجي بقى مثلا معاه اتنين أو تلاتة من النجوم الكبارات قوي دول بتوع الكورة بتوع العالم اللي أنا ما بعرفش قسميهم أسطلا عشان مش متخصص كورة يعني و يبدأوا يلفوا و يزوروا و نعمل لهم برضو باكتج لطيفة و صلاح يقعد مع ده هنا و يخرج مع ده هنا و حاجات زي كده و نستخدم الصور دي ده محمد صلاح يا جماعة يعني ملايئ عشرات الملايين من الناس تتابع أي خطوة و أي كلمة بيقولها صلاح تخيل بقى لما اخد الوزن بتاع صلاح ده و جنبه حد من زملائه الكرام دول و هكذا على أكتر من منحة على أكتر من حاجة رياضية على أكتر من حاجة سينمائية و ده شغل السياحة أسرع رافض اقتصادي في أي حتة في الدنيا أسرع رافض زي ما هو أكتر الروافض الاقتصادية حساسية زي ما هو أسرع الروافض الاقتصادية زي ما هو أسرع روكو قلت من حاجة سينمان خرواه شكرا